مرحبا بيش ننصح الاحوار ان شاء الله كله بخير تمام وعافية اليوم راح نسوي غدا عراقي مية بالمية يعني ما راح يكون بيه اكلات مو عراقية كله يعني طبخ عراقي حبيت اليوم نسوي نواشف وكباب يعني طاوة كباب بعروك وكبة برغل وهناك نسوي طماطة الطماطة اللاجعة يعني اكل عراقي فاليوم راح نسويها هاي السفرة ان شاء الله راح نعرض لكم اعجابكم قوية بتفاصيل الوصفة في الفيديو راح نسوي كوبة البرغل اللي نستخدمها على التقلة اخذ كوبين من البرغل الناعم هو خاص الكوبة واخذ كوبين مي حار اضيف اهنان القرنف المطحون كلش طيب يتلعوا اياها دائما اضيف الكوبة البرغل واضيف الهنانة قليل من الكمون وملح تقريبا ملعقة صغير الملح او ملعقة كوب اخلطهم بهذا الشكل واغطيهم تقريبا تبقى ساعة اتركها ساعة يعني وبعد ذلك ارجع لهم هسا بها الاثناء راح احضر الحشو راح اخذ قليل من الزيت واضيف لبصل مثروم تقريبا يعني راس كامل واضيف لهنانة قليل من القرنف المطحون وكبابة المطحونة وادير لي قليل من الكوركم او الكاري انتو اي بهارات موجودة عندكم بهارات كوبة ممكن اضافتها انا هنا ابد ما اتحدد بالابهارات الاضافات يعني اخليهم حسب يعني الذوق اللي يعدي يصير يعني اضافات كلش طيبة دائما الكوبة اضيف لها القرنفل خاصة يعني كوبة البرغل هو ينطيها طعم طيب هنا راح اخذ لحم مثروم واضيفه تقريبا نص كيلو احمسهم ويال بصل بعد مرور ساعة كاملة راح اندي اخذ هنا بوتيتة اثنين عدد اثنين وطبعا اسلكهم بعد ما اسلكهم راح اعجلهم ويال برغل وحتى تكون قرمشة عندي اكثر بعد اضيف لها ملعقتين اكبر من النشا اذا متوفر عددكم النشا يعني ماكو اشكال انا راح اخذ رشة قليلين المي حتى تناجل عندي بعد اكثر لا تخلوها كلش لينة بس مجرد حتى يعني على مدة تعجنوها احسن شوية رشات قليلين المي اضيف لها صارت هسن عندي جاهزة الكوبة العجينة احقق كوبها بهذا الشكل واحشيها طبعا بنات طريقتها هاي كلش سهلة واقتصادية ما تكلفكم مثل باقي الكوبة اللي مثلا يعني كوبة نخليوية العجين يعني نخلي لحم هاي العجينة بدون لحم راح تكون بس الحشو مالتهم طريقت اللي في مالتها كلش سهلة مثل ما تلاحظون بنات يعني مثل ما اساويها الاطراف الاخيرة اعلمها بهذا الصورة سصير على شكل كوبة هاي تشيء مثل الدبابة دب دوبة يعني ثم بعد ما كملت لف الكوبة سأحضر كباب عروك او كباب الطاور سأخذ لحم مثروم اضيف لكرافوس مثروم او معدنوس مثروم واضيف لبصل واحد مثروم اضيف لطماطا واحدة مثرومة هنا اخليل الكاري ورشة ملح تقريبا ملعقة صغيرة او ملعقة كوب من الملح واخلي لكوب كوب ونص من الطحين لان ما اكثر الطحين الى حتى يكون طعم مالته اطيب زنعيني واضيف لكوب واحد من المي اخلطهم بهذا الشكل اعجنهم واتركهم يرتاحون كل ما ارتاحت العجينة الكباب سيكون اطيب هنا بعد ما كملت الكوبة وبعد ما كملت الكباب راح اقليهم هنا اكون محضرة طبعا الصمون يعني اخبزة بهذا الاثناء حتى يكون يعني خبز حاروية الاكل وهنا السفرة ماتنة السفرة العراقية صارت عندنا جاهزة ان شاء الله حبايبي ما تنسونا باللايك والاشتراك اذا ما كنتم مشتركين فعلوا زر الجرس حتى اي فيديو جديد انزله ياصلكم مثل ما تلاحظون كل هاي الاكلات هي اكلات عراقية بحتة مية بالمية هنا اتشدت المساية هم عندي باقي اللي سالقتهم خليتهم بالكاسات وبيتنجان هم قطعته على شكل يعني طوالهم قليته وهناك كانت عندي المساية مقبلات البطاطا والبزالية موجودة عندي بالقناة اذا تحبون ان شاء الله انزل رابط الوصفة بصندوق الوصف ولهنا حبايبي وصل لعنا هات الفيديو نستودعكم الله في مان الله باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة